يا صباح الفل عاملين ايه يا رب تكونوا في خير النهاردة وانتو بتشوفوني جمعة طيبة عليكم وحشتوني جدا من اخر فيديو بشكركم اوي اوي على تعليقاتكم الحلوة وربنا يخليكم لي واهلا وسهلا جدا بكل الناس اللي شرفتني جديدة وكمان كتابولي في التعليقات على اخر فيديو انا اول مرة شوفك وانا جديدة معاكي بوسة جبيرة لكم بحبكم اوي وربنا يخليكم يا رب وشكرا على تعليقات الحلوة اللي انتو كتبتوها لي فرحتني جدا جدا بجد يلا بينا النهاردة نشوف مع بعض الروتين سهل وبسيط وسريع وان شاء الله يفيد كل ست بيت علشان تاخد منه افكار بتعميلي ايه عفاف؟ انا دلوقتي الصبح الصبح بعمل سندوشات المدرسة يا جماعة لقيت ما لقيتش عندي غير بيت وجبنة يعني حاجة حدقة وانا ابني ما بيكلش اصلا الجبنة خالص خالص فقلت خلاص ما كانتش عندي كمان مربة ولا حاجة ساعتها فقلت انا هعمل الشوكولاتة السريعة دي علشان اعملها لهم سندوشات انا عن نفسي بحبها في سندوشات جدا يا جماعة طعمها طحفة طب عملتها ازاي عفاف؟ حطيت كوباية لبن في الخلط عليها كوباية سكر وعليها نص كوباية كاكاو خام غير محلقة ضربتهم كويس في الخلط لحد ما بقت سكر داب كويس وبعدين نزلت بنص كوباية من الزيت لحد ما الخليط تقل معي بس كده هي دي الشوكولاتة السريعة اللي تقدري تحطيها في سندوشات تجنن جربيها هتعجبك قوي ايه عفاف ده؟ ده السوس اللي بنعمله في الشاتو والكيكات اللي هي بالشوكولاتة هو ده يا جماعة طحفة 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 او متحطيه في التلاجة بيجمد شوية كده وبيبقى شوكولاتة دهن فضيعة جربيه هيعجبك قوي ولادك هيحبوك جدا واقتصادي من غير تكاليف كل الحاجات موجودة عندك في البيت المهم ما عملتله من سندوشات ونزلوا الحمد لله بالسلامة ويلا بينا بقى احنا نشوف اليوم بتاعنا عامل زي انا كنت غسلة النجيلة اللي في البلكونة لان انا ما بعرفش ادوس علي وبيفيها تراب فانا تقريبا كل اسبوع بشيلها كده اغسلها ونضف البلكونة كويس واضلق فيها مية ونضف كمان الفورمة بتاعت البلكونة من التراب يعني وبعدين افرش النجيلة ولو عندي غسيل بقى بنشره او غسيل حلمه كده كده كل يوم فيه غسيل يا بيتنشر يا بيتلم من الحاجات اللي ما بتخلصت يعني بعد كده كان عندي خضار جيبان بارح بالليل فقلت خلاص انا حطوا معيكم بكرة في العلب وصوروا ان شاء الله فطلعت العلبة دي كان فيها الطماطم اللي علغتها الاصفر دي يعني الطماطم دي كانت عندي في التلاجة من الاول كانت موجودة في العلبة هي والكان في الفلية الطويل ده وما جبتش بس غير الخيار والفلفل ده اللي في الاكيس فطلعت العلبة من التلاجة علشان احطهم يعني كلهم مع بعض رستات الخيار بالشكل ده بحرصت معاه الطماطم وحط كمان الفلفل الحرق ده كمان معاهم واجيب بقى بولها تانية حط فيها الفلفل الاخدر اللي هو الكوبي لانه كان كتير شوائي وكانتش هتكفي العلبة يعني المهم ان الخضار من الحاجات اللي ممكن تجيبيها بالاسبوعين يعني يعني تجيبيه المرة الواحدة بتقعد معيكي اسبوعين فيش مشكلة خالص عدم بتحطيه في علب وبتقفيد عليه كويس وبتنشفيه من البخار والمية ومركزة معي يعني حيفضل معيكي فرش وزي الفل بس انا عايز اقولك ان انا الاول زمان كنت بارمي كمية خضار يا جماعة مش ممكن انا كنت ممكن اسيب وانا اول ما اتجاوز اسيب الخضار في الكياس بتاعته في الدرج التلاجة عادي جدا يعني في درج التلاجة موجود خضار ابوصة لقي التماطم بعد يومين بايضة وتتريمي والخيار طرى وباظ وعفن ان انا حطى فيها دي اي علبة عندك بس حطي منازيل وتطلعي الخضار كل كميوم كده يومين تلاتة تنشفيه كويس وترجعيه في مكانه تاني بس لو انت عايزة تشتري علبة الخضار ومن تابروير عايزة اقولك انصحك بيها بنسبة مية في المية ممتازة جدا وتمنها فيها وممكن كمان استخدميها غير الخضار في حاجات تانية كتيرة لينك الجروب موجود في صندوق الاصف وعليها خصومات كبيرة جدا الاسبوع ده المهم رتبت البيت بقى على كله على السريع كده وعام دي كم حاجة كده محتاجة هدخل فيهم براسي هدخل فيهم بدماغي كده المراوح يا جماعة احنا لسه بنشغل المراوح عادي بس ايه اوقات كده تحسيني تتحريتي فتشغليها فانا مش شايلها المراوح المراوح موجودة عادي وتشتغل بس عايزة تتنظف في صراحة يعني انا مش هشيلها لسه برضو موجودة بس يعني مش هغطيها ولا حاجة بس هي من فعش انها تشتغل بالطريقة دي لانها اصلا بتوقع تراب لما بتقعد مترابة بالشكل ده تيجي تلف كتلاقي حوليها تراب في الارض ووقعها تراب عليك وانتي قاعدة عادي جدا فانا قلت نظفها بدل الفحكاشة اللي بتحصل دي مراوح السقف كمان لما بتتميني تراب قوي وتلاقي بتوقع التراب تاني وهي شغالة فخلي بالك نظفت المراوح تاني بتوعي انا عندي اتنين استاند همت وطبعا مراوح السقف في القوض موجودة يعني بنظفها برضو بس دول المراوح اللي بيتنقلوا من المكان للتاني في ريسيبشن في الليفنج اي مكان يعني كنت بخدها في الصيف قوي قوي في الحر قوي معي في المطبخ برضو فانا نظفتهم كده وحسيبهم مش هشيلهم دلوقتي لان في واحدة بتشتغل في الليفنج عند التلفزيون والتانية بتاعت قوضة بنتي لان فيهاش مروحة سقف بس دي كده انما قدت فيها مروحة سقف وقودت ايات فيها مروحة سقف قدت سيارة بس هي اللي ما فيهاش فعشان كده يا المروحة النبيتي دي بتاعتها على طول والسودة دي عندي موجودة في الليفنج فاندفتهم بالشكل دوت وحطلحهم في مكانهم عادي بس دي كانت ملحجاتي المريحة نفسيا قوي ان انا ببصي عن مروحة بشكلها على الاقل نظيف وشغلها يعني الشبكة اللي عليها ده مليون تراب كتير غير انه كمان بيوقع شكلها يتد النفس بصراحة دلوقتي بها دقت ساعة العمل يلا بينا دلوقتي على المعركة في المطبخ ايوا يا جماعة زي ما انتوا شايفين كده النهارده اليوم العالمي للكرومب انا كنت نوية اشتري كرومباية واحدة والله وبعدين الست اللي كان معايها الكرومب قلت لي معاها تلاتة دول بس قالت لي تم تغذيهم التلاتة ينوبك فيها ثواب علشان اروح وانا اصلا كنت بجيب منها خضرة بس يعني انا كنت طلعة مروحة وانت بجيب خضرة بس ما كنتش محتاجة حاجة غير الخضرة فكنت بشتري منها خضرة لقيت معاها كرومب وقالت لي متغذيهم ينوبك فيها ثواب وايه علشان انا عايز اروح فانا قلت لها لا طبعا مش عارف اشيالها فانا هاخد واحدة بس ريتلي اللي اخديهم التلاتة وانا هموصلك لحد باب البيت قلت لها تمام المهم فعلا وصلتهم لي لحد البيت وبعدين حطتهم كده وقلت ايه خلاص بقى هي جات كده من عند ربنا اصلا عايز اعمل حركة دي من زمان ان انا اعمل مخالي الكرومب وان انا فرز كرومب وان انا اعمل محشي كرومب فعملت التلات حاجات دول فعلا والحمد لله اخدوا مني وقت شوية بس يعني ايه الحمد لله رب العالمين انا ما عملتش محشي كرومب تقريبا بقى لي سنة فقلت خلاص جبت التلات كرومبات دول زي انت شفتهم كده اللي موجودين على الرخيمة مسكتهم قطعتهم وفصلت الورق كله وقطعت كمان الاول بالمقص كده اللي هي العروق التخينة دي علشان اعملها مخلل وكمان الورق المكاتكت كده اللي بيبقى في الكرومباي في الاخر خالص ده اللي ما بيتعملش محشي برضو قطعته علشان اعملو بخلل واحورهولكو دلوقتي المهم سلقت كل الكمية طبعا حطيت حالتين على النار علشان ننجز بسرعة وعباريكو دواتي شكل الورق كله وبعد ما خلصت وسلقته كله طبعا احنا بنسلقه بشوية ملح بس لو عايز حطي كمون حطي بس انا ما حطتش كمون بشوية ملح وبس كده وطبعا انا عشان حشيل منه شوية فريزر انا اصلا ما بحبش ههريف السلق يعني يا دوب بنزله كده ان نقول مسلا عشرين ثانية تلاتين ثانية يعني نص دقيقة بالكتير قوي وبطلعه على طول عشان كمان ما يتهدرش معيكي وتقطع منك وهترمي منه كتير اصلا يعني ومش هينفع تعملين خللوا ولا حاجة لانه حيبقى تسلق خلص فانا بصوا تحسوا ان الورق مسك نفسه كده ودي كمية الكرومب اللي انا سلقتها عايز اقولك بقى ان انا ايه عملت كده على قد مسلا ان انا حشي كرومبايا دول كيلو رز بالضبط عملت لهم تسبيكة كده سريعا وعطعت عليهم خضر ان انا اشتريتها اصلا اللي انا اصلا كنت باشتريها وبسببها جبت تاعة كرومبات بس كده المهم حشيت بقى تقريبا كرومبايا يعني تقريبا دول كده اربع صفوف ما شاء الله واللي قالت راضيات كبيرة خمسة وسبعة من عشرة فالمقاسة تاعها ما شاء الله ما بارك يعني كبير فتقريبا اخد مسلا كرومبايا كرومبايا لقى اكتر شوية لانه زي ما شفتو الكرومبا ما كانش كبير يعني يا كرومبايا متوسطة كده المهم ما حطيت عليها بقى ما كانش عندي شربة ولا حاجة انا عملت في اليوم ده واتمحشي كرومبا وبس بطاطس محمرة قلت ان انا خلاص عامل زيد كافينا النهار ده وبكرة كمان والبقى بقى سبته لما برت خالص مسكته بقى ايه كده واحدة واحدة قطعته بالمقاس اللي انا عاوزاه وانا بعمما محب الوسط في المحشي ما بحبش للصغير قوي ده ولا كبير فالوسط حلو كده بيبقى ايه معقول وبرده في نفس الوقت عاديش تصبعي طول النهار يعني تنجزي كده انا تقريبا اخدت ساعة تقريبا بالزبط عشان اخلص شوية لانتشوفتوهم دول هاخد بقى الكمية الباقية وانا تقريبا كده اسمت التلات كرومبا دول على مرتين اتنين بس المرة اللي انا عملتها دي وقت الله مبارك برضو كمية كويسة والمرة التانية دي احطهم كلهم في كيس واحد لان انا ما بحب اعمل محشي ما بحبش عمل محشي شوية صغيرين بحب اعمل محشي كفيني اليوم اللي حاكل فيه المحشي وتاني يوم كمان يتبقى منه عشان ما تبقاش دبك على الفوضي يعني ويبقى اتكلنا كده خلاص المحشي ده اصلا بيتكل في عشرة دقايق فبحب ازود شوية ببقى اني كده كده قاعدة حليف في محشي فبحب ازود شوية علشان ناخد تاني يوم كمان معنا الميا اللي انا سايت بيها المحشي دي لو عندك شربة طبعا تمام شيلي شربة في الفريزر واعتعملي محشي من غيمة تكلفي حاجة وخلص في نفس اليوم انا سايتها ما كانش عندي شربة في الفريزر فسايتها مياه دي مغلية حطت عليها زبدة وملح وفلفل سوود بابريكا وشوية كوزبرة برضو وحطت على النار غلت غلوتين كده وخلص لانا دلوقتي سايت بيها المحشي وده كده كان شكل المحشي بعد التسويه عايز اقول لكم امر يعني ما شاء الله الله ومبارك تحفة وفي الشتاء هتحتاجي الحلة دي كتير تعملي كده ايه حلة محشي كرومب كل شوية علشان تدفي وفي نفس الوقت من الحاجات اللي بتأكل يعني المحشي الشوية اللي قدامكم دول كيلو رز بالزبط يعني انا كان عندي كيس رز كده مقفول كيلو هو ده اللي حطيت على الخضرة والشبت والحاجات بتاعت المحشي يعني وكمان الصلصة بتاعت الطماطم اللي سبكتها على النور حطيتهم وعملت بيهم كيلو رز بالزبط جاء في كل الكمية بتاعت المحشي دي اللهم مبارك تحفة وعايز اقول لك طبعا يعني الالترة من الحاجات الوهمية جدا في المحشي خصوصا يعني وفي الفراخ وفي كل حاجة بس هي من الحاجات اللي بتطلع المحشي طعمه غير الحلل وغير الحاجات العادية خطير يا جامعة الله مبارك تحفة جدا وعايز اقول لك كمان ان انتي تقدري بعد ما يتشرب على النار في الفر يعني تحطي له بقى مكعب زبدة تحطي معلقة سمنة بيبقى تحفة وده كانت شكله وطبعا اليوم كان طويل بالنسبة لي النهاردة لان انا عملت محشي وعملت كمان مخلل وكمان فرست الباية الكرومب قطعته واحدة واحدة كده على مهلي وانا قاعدة وحطيته في الفريزر فبقى عندي اكلة تانية جاهزة الحمد لله في الفريزر طقت في دماغي بقى ان انا جيت تاربع كرومبات كمان وما عملش محشي بقى اقطعهم وصلقهم وفرزهم كلهم من الحاجات الحلوة قوي وبتنفعنا جدا في الشيطة يا جماعة بصوا بقى بقيت الكرومب اللي هو بيبقى الراس اللي هي البقية الكرومب الورق اللي ما بيتلفش بقى اللي هو بيبقى مكاتكت شوية كده وما ينفعش ان اكترف فيه فمسكته بقى قطعته كله كده على رخامة حيطة صغيرة بس مش قوي علشان لما بيتبل بيبقى صغير قوي والعروق كمان بتاعة الكرومب قطعتها كلها وكانتدي الكمية بتاعة 3 كرومبات بقى هحط بقى دلوقتي عليه كله ملح علشان يهبط من النفشان اللي فيه ده لانه طبعا بيبقى كتير فما ينفعش ان انا احط ببرطمان بالشكل ده لانه بيبقى هايش جدا وشايفين كل الكمية اللي كانت موجودة في الاول دي خست بقيت بالشكل دوت وحطتهم في القلبتين دول بعد ما حطت عليهم شوية الملح وبقيت كل شوية قلبهم كده كل ساعة ولا حاجة سبتهم حوالي يعني تقريبا 6-7 ساعات كده مركونين بالملح لما نزلوا مياه كتير جدا وقالوا وخسوا بقوا بالشكل ده حطتهم في القلبتين دول والعلب دي العلب من تابر وير هي علب تغزين بتعب بقليات وخزين وسمنة وحاجات كده فهما عندي طبعا بقالهم تقريبا 7-8 سنين للعلب دي فاللهما بارك يعني تحفة فبتعجبني قوي في تغزين السمنة او مخلل زي كده لانها جبيرة تقريبا 2.5 لتر فبتاخد ما شاء الله كمية جبيرة يعني شايفين كل كمية المخلل دي انا حطتها في القلبتين دول وطبعا ما فيش حاجة بتبوز جواها لانها اساسا البلاستيك بتاعها صحي فما مش بيتفاعل مع المخلل والحاجات اللي جوك حطيت كمان كان عندي في التلاجة كم قرن فلفل دول حطيتهم غسلتهم كويس وحطيتهم كده على وش المخلل كل اللي انا هعملو هي مية من الفلتر لو عايزة تتخني مية تغلي مية وتبرديها ماشي بس هي مية من الفلتر برضو عادي جدا انا ماما على طول بتقول لي كده تقول لي طول عمري اللي بنعمله مية من الحرفية المهم ما حطيت فيها شطة هريسة شطة وهريسة شطة دي طبعا انا اللي عاملها في البيت وحسيب لكم لينك الفيديو بتاعها موجود ان شاء الله فساندهو الوصف بس كده طبعا انا سيبت الملح كتير على المخلل فالمخل اصلا يعني هو طعمه كده خلاص مزبوط الملح بتاعه فانا طبعا انا غسلته من الملح على فكرة بس الملح نفسه ثبت شوية على المخلل فانا مش هحط ملح دلوقتي الا لما المية تتخمر شوية كده فيه او هسيبه فترة يعني كم ساعة كده وبعدين ادوق لو احتاجت ملح بزود ملح عادي فيش مشكلة انما انا كده خلاص مش محتاجة احط ملح يعني فهي هو دلوقتي لو المية ملحت بقى من الملح اللي كان موجود في المخلل خلاص تمام وده كده كان شكله ايه رأيكم بقى هغطيهم بقى دلوقتي وحطهم في التلاجة او هركينهم على جن او حتى في ضرفة من الضرف وكده تمام كده خلاص فيديو نهارده حاسيت ان انا كده سعيدة واستفدت من الكرون بالحد اياخر تفتوفة لايك للفيديو ده لو عجبك وكما ما ننسيش تعملي سبسكرايب للقناة لو مش مشتركة معنا او المرة تشوفيني بس ما تنسيش لو انت اول مرة تشوفيني وده اول فيديو ليكي بتنسيش تكتبيلي في التعليقات ان انت جديدة معنا واهلا بيك طبعا نورتي وانسيش تحط لايك للفيديو واشوفكم ان شاء الله على خير الفيديو الجاي سلام عليكم